موسيقى 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 الحقيقة معي طفلة صغيرة عندها نشيدة بتقولها للكويت موسيقى 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 ضيفتنا الشاعرة الصحفية الإعلامية بشاير الشيباني الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعية مرحبا فيتو كل عام وانتو بخير نورتنا مبارك عدد ما تبقى من الشهر تقبل الله طاعتك إن شاء الله نورتنا حقيقة سعيدين بتواجد شاعرة جميلة كويتية تقدم النص الأدبي بحرفية متميزة ورائعة بشاير الشيباني حياة شاء الله بنورنا سلامت شغال تريد أن نستمتع بالتواصل الاجتماعي من خلال الأشعار التي نزلها تجعل العطش الذي يرتوي فتجعل الشباب الصغار يعشقون الشعر فمن خلال هذه المواقع التواصل خدمت شاعرة بحيث يتواصل مع جمهورها ماذا يشاهد في هذا الموضوع؟ مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وايد سهلت لنا أن نوصل أحاسيسنا نوصل أفكارنا من ناحية الشعر ومن ناحية وايد أشياء أصبح الفرد بسهولة ممكن أن يصل للمتابع ويصل للقارئ ويصل لمحبينا في كل مكان رسالة أكيد جميلة تقدمها بشائر الشباب للمتابعين والمتلقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي شنو سلبيات التواصل الاجتماعي من خلال استخدام باعتقادي هو كل شيء بالحياة لا سلبيات ولا إيجابيات والتواصل الاجتماعي سلبياتها يمكن أحيانا تكون بعدها أكثر من إيجابياتها أنا باعتقادي التواصل الاجتماعي خضى وايد من وقتنا يعني أصبح يمكن نشغلنا وايد بالسوشال ميديا وبهذه الأمور بس بنفس الوقت متماقت لك لا إيجابياتها أننا صرنا على تواصل مباشر مع متابعينا بين الجوانب شخصيتنا ما كانوا يعرفونها المتابعين فهذا التواصل حلو وهم إحنا يعني إحنا كمشاهير نقدر نعرف شون التعامل مع السوشال ميديا ونخلي شيء سلبي لنا أو شيء إيجابي طبعاً بشاري الشيباني تخصصها على النفس إيش كثير فاديت هالموضوع بالشعر؟ هو علم النفس متعلق بالأحاسيس والمشاعر وهذه الأمور اللي بالإنسان موجودة ففي ارتباط ما بين الشعر وعلم النفس ارتباط كبير يعني نقدر نقول بشاري الشيباني من خلال تخصصها معرفة النفوس البشرية وقاعد توظفها في النصوص الأدبية ممكن؟ هو فيه فيه بعض الأجزاء بلى بس أنا أكتب قبل التخصص بديت شاعرها أو بديت كاتبة قبل أن أتخصص فتحت قناة على اليوتيوب نتكلم عنها شوية في بداية اليوتيوب يعني كان لي قناة وفي هذا الوقت كنت أنا مختفية تقريبا عن الإعلام وكانت القناة كنت أحط فيها قصائدي وبعض المقاطع القديمة يعني للكريات للكريات طفولة وبعد ما رجعت مع السوشيال ميديا بديت أحط فيها الأمسيات بعض التسجيلات للقصائد وللأمانة يعني المتابعين أهم اللي يلحون علي يعني أنا ترى مقلة بس أهم اللي يلحون أننا سجلين لنا قصائد حطيننا بالقناة وهذا فتلبية يعني لهم أزاد كارسين موكتش حقها يعني بحيث أنت تصورين أشعار أو شيء حق عشان نضيفينها حل القناة اليوتيوب أحياناً متما كنتش مقلة بس أحياناً قاعد أحاول يعني قد ما أقدر وانت لي تقومين على إشراف هذا التصوير كل شيء أنا المخرج وانا المصور وانا كله حلو نبروح حق الأدب والشعر يعني دائماً في نصوص بشائر الشيباني على سبيل المثال الحصر يصادف القاكل الشرودي في الموعد اللي ما نطرته على الكراسي الخالية في وسط مقهى أو كتاب أو كتاب أو في مقطع أغنية أو في شارع ما أعرفه في وسط في نظرة العشاق صدفة حلو دائماً بشائر الشيباني نعرفها نحن عن قرب أنها شخصية ناجحة من جانب أسري في حياته العملية قاعد نشوف صورة ألم قاعد تطلع من نصوصها هل هذا لمداعبة المتلقي أو ملامسة إحساسها أم هذا لون بشار الشيباني؟ أنا أجد نفسي بهذه الكتابة الكتابة المؤلمة أي وإلي بالضبط تلامس المشاعر والدعب الأحاسيس وممكن القصيدة اللي يكون فيها ألم تمس القلب أكثر والقارئ ممكن يتأثر فيها بس مو بالضرورة أنها تمثلني أنا كإنسانة يعني أنا بالحياة بالحياة الحياتي العادية وايد يعني محبة للحياة ويعني ما في جانب ألم ما في مشكلة تطريج الثواني لون قرنيد المباني تجاعيد الأماني هذه المفردات ليش الألم هذا كله؟ ليش غزارة الألم في نصوصك؟ جد جد بشاير بس أنت حبيت القصيدة؟ أنا حبيتك خلاص أنا هذا اللي أريد أن القارئ أو المتلقي تمسه وتلامس أحاسيسه ودائما أقول شيء اللي لما يألمك من داخل يأثر فيك يثبت والحزن يأثر بالإنسان ويمس ذاكرته وأحاسيسه أكثر من الفرح الفرح ممكن يكون عابر يمر ويمضي يعني بس الحزن يعلم يعني في مصطلحات تستخدمينها مثل تجاعيد المباني تجاعيد الأماني فهذه التجاعيد شون وصفتيها؟ التجاعيد أقصد فيها ذكرى الشيء يعني دائما شيء مثل الزمن اللي لما يأثر عليك تجاعيد تطلع على الوي فالتجاعيد مثل الذكرى المؤلمة اللي مرت المصطلحات اللي قاس المصطلحات جميلة وأيضا أنا ما أدري بصراحة أنا قاعد أعيش فلسفة حالة كاتب النص كان يستفرد عضلاتك يعني أنا أمتلك مفردات قوية ممكن فيها شيء هذا؟ يعني أحنا نحاول يعني الشاعب دائما يحاول أنه مو بس ينثر إحساس وخلاص يعني يسوي تكنيك بالقصيدة على الأقل يقدم باقة جميلة بضبط يعني يستخدم مفردات يحاول جديدة تشد القارة شيء يعني ما استخدمه من قبل يعني أحاول قد ما أقدر واشترتي واشترتي بعد يشترتي هذه الله يسلمت لها قصة هذه اللي أنا خذيتها وجمهورة جن عفس علي يعني بمرة من المرات خذيت منها قصيدة وهذه القصيدة حطيتها بأكاونتي فما شاء الله هي من كثر ما هي معلمة بالناس ثبتوه وقالوا هذه قصيدة بشاير الشيباني قصيدة بشاير الشيباني كانت ردت فعل فقلت أوكي أنا خذيتها شوي شوي علي خفالي لا أنا شسمع جيشي هذه القصيدة فيها مقطع من أغنية سعد الفهد اللي هي توق تجي وهي أغنية أمينة فاخت من فاخت أي فأنا وايد أحب هذه الأغنية فوظفت مقطع من الأغنية في القصيدة اللي هي غنيتها لك واشترتي تجي علىنا أضيع وعيد المهم انت حضيتيها بعد الرجع دايما أقول أن ما شاء الله عندما نقرأ ونطلع على نصوص بشاير الشيباني دائما رائعة وغزارة المفردة عندها ثقيلة رغم أنها مثقلة بالألم لكن جميلة بالنهاية السؤال ما بين تنقلت في محطات إصدارات الأدبية قاعد نشوف مرة قدمتي نص في اللهجة البيضة بعدين تنقلتي إلى الفصحة النقلات هذه شنو سببها؟ أنا أكتب القصيدة العامية باللهجة البيضة ولكن أكتب نصوص وخواطر بالفصحة ويعني للأمانة إذا بتسألني مثلا شنو أنا أقرب لي أقول لك النصوص الفصحة لأن سنة فيها أفق تقدر تحلق وين ما تروح إنما القصيدة العامية هم لها جمالها واللهجة البيضة يعني اللهجة بسيطة وتوصل للكل نتكلم عن دار النشر يعني بشاري شيباني عندها دار نشر مخصصة حق الكل أتمنى أن يكون عندي دار نشر أتمنى أن يكون عندي دار نشر ما حققتها أتمنى إن شاء الله يعني من طموحاتي المستقبلية ومن أمنيات أن يكون عندي دار نشر يعني بشاري عفوا ليش هذه الأمنية هذه في زحمة دور النشر في الكويت لأنه مجالي وشيء أنا أحبه أحب الكتب والمجال الذي أنا أحبه وألقى نفسي فيه أتمنى أن تكون في هذا العالم المغلق بالضبط بس أنت مكررة هالأمنية هذه يعني وايد نسمعها منك أي ليش مثل ما قلت لك هذا المجال ألقى نفسي فيه يعني إذا أنا مثلا أبي أفكر يكون عندي بزنس يكون عندي دار نشر يكون عندي يعني لتحفيز الشباب مثلا اللي عندهم أشعار اللي عندهم كتب طبعا أكيد لما يقص الأدب أكيد إحنا نشجع يعني بالعبس أنا أستانس لما أشوف كاتب صغير أو كاتبة الواحد يعني يفتخر خصوصاً أن عيال ديرتها أن يكتبون وهذا تشجيع لهم بشاري دائماً الشعر وراثة موروث يعني أكيد في البيت عندكم أحد بيتنا؟ أنا أبوي الوالد يعطيي طاة العمر أصحى شعر فعندي أخوي بعد هم يكتب يعني كلك بدر إحنا لأسرة فنية يعني أسرة نحب الأدب والفن وأنت قريبة من الوالد يعني أنا وائد قريبة من الوالد بسهما داخل الشعر ولكن خارج الأضواء أنت بالأضواء والشعر أي بالضبط ما يحبون الأضواء ما يحبون الأضواء كيش بشاري عندك بنت وولد الله يحفظهم إن شاء الله باصل وجوا أكيد قراب منك بعد هم عندهم الروح يعني بشاري أنت وانت تسول فيهم تنش قاعد تقولين شعر نحصل فأكيد أهما ماخذين هالرومانسية هالعطف هذا منك شوفي أنا عيالي أصدقائي وحيل قراب مني بنتي وايد ناس شخصيتي تعرفين بالنوتاتي وايد يقلدون أمهم فأحس فيها بوادر إنها ممكن تكون شاعرة يعني أشياء فيها شيء فني ممكن يعني تطلع شيء بالمستقبل ولدي لا ما لا علاقة ولدي يعني يحب الرياضة وما لا علاقة بالشعر أبدا يعني دشاري شباني لها علاقة بالرياضة ولا ما لا علاقة أبدا نهائيا بعيدة الكرة وتضي ولد شجعي النوادي هذه العالمية لا أصلا لا أعرف أسامي النوادي أنت ما أخذش الأدب والشعر كلها لا أنا بالرياضة كلش كلش بالرياضة بشاير عادة الشاعر يحب عشان يثري مصطلحاته يقرأ حق شعرة ثانية يعني يقتبس أشعاره من بيت أو من مثلا قصيدة معينة حاكملوا تقرأ بشاير شباني شوفي أنا القصيدة تأثر فيني أكثر من الكاتب أو الشاعر يعني القصيدة الحلوة اللي تمسني هي اللي ممكن تأثر فيني يعني مو مهم منها شاعر يكون معروفة أو مشهورة أحيانا أقرأ أنا اقتباسات أو قصائد ما أدري منه كاتبها بس أحس أنها تأثر فيني وتمسني يعني نعم بشاري شباني معروفة أنت من مدرسة الحداثة بالشعر في مدرسة أخرى يعني جريمة أن نتجنبها والتي هي مدرسة الشعر الشعبي أو المقفة من صح القول ما كانت ليت محاولات بالمقفة نهائية بلى في البداية كانت لي محاولات بالشعر المقفة بس يعني مع التجربة ومع الوقت حسيت أني أنا أنتمي إلى الجانب الآخر يعني مو القصيدة المقفة مدرسة البدر والدوسري مجالة متاحية أكيد كلهم لكن ما حاولت نهاية بالمقفة نهاية كتبت في البداية حاليا لا ما ألقى نفسي في المقفة ما فكرت أن أشعارك الجميلة هذه تغنى مثلا؟ إن شاء الله أنا ما أكتب بهدف أن تغنى أنا أكتب اللي أحسه ومو عساس أن يكون شعر غنائي بس إذا ممكن تصير التجربة ممكن تصير إيه؟ ليش ممكن فيه فيه عمل راح يكون لتش إنتي والفنان البحريني عادل ما تبيت قول عنه شيء عادل المحمول عادل المحمول عادل المحمول أجل تحية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله قريب إذا شغل على قصيدة إن شاء الله قريب تكون أغنية سنجل راح ينزلها أنا وجه تحية للفنان الجميل عادل وجه لتحية لكن أنا طلعت على طرف العمل هذا وحقيقة جميل إذا طلع المتلق نشكونا دائماً الشاعر كتم يعني التعابير تكون قصايدة صح الموضوع؟ وايدة بالنسبة لي أنا يعني مشاعرك كلها بالورقة والقلم أنا قلية الكلام أو شيء وما عارف أعبر ترى بالكلام يعني أصبت منت أو زعلت أكتب تعبيري بالكلام وايد بالكتابة وايدة حسن حلو ما في نص كتبتي طلع نضج وما في مشكلة ما طلعتين للمتلقي خشيتين اللي تشبروها شنو هما؟ وايد في نصوص ليش خشيتين؟ أحسنها خاصة فيني يعني في نصوص؟ في نصوص بالخزينة ملط مشاعر لا تطلع حقا حكي تابعة حلو بسأل دائما من خلال متابعتنا اللي تشفي مواقع توصي الاجتماعي دائما تحطين أغاني الفلاسيكية القديمة الحقيقة الجميلة بعد دائما تشرحين توضحين المتلقي صر تعلق بشاعر الشيباني في الأغاني الجميلة أغاني ثقيلة يمكن أنا شيء تعلمت من الوالد الوالد يعني من وحنا صغار علمنا على أم كالفوم وعبد الحليم وعبد الوحاب فأصبحنا نحب هذا الفن القديم تفاصيل الأغاني قصدك القصص نعم وايد أحب أنه يعني أحيانا الأغنية يعني المستمع لما يسمع أغنية يأخذها كأغنية جميلة نعم قليلين اللي يقولون منه الكاتب أو منه الملحن أنا أحب أن الأغنية لما تعجبني على طول أروح أبحث من الشاعر ومنه الملحن لأن أغم الأساس يعني هو فيه مثلة فيه ملحن وفيه شاعر مهمين بس الناس قاعد يسمعون الأغنية وقاعد ينسونهم بس قاعد تميلين حق الشعراء دائما أذكر تابعت لك بعد قصة الأبنودي قصة جميلة استفتت منها والله حقيقة فما شاء الله قصتها كانت جميلة وأيضا كيف كان موعد اللقاء ما بينه وبين عبد الحليم كانت قصة جدا جميلة وكتب لقصيدة وكانت باللهجة الصعيدية وعبد الحليم اللي هي وانا كل ما قول التوبة عبد الحليم غناها وانا كل ما قول التوبة بالبروبة فقالها غلط تقول وانا كل ما قول التوبة بالصعيد اللهجة الصعيدية فيه قصص وايد حلوة يعني الأغنيات هي الأغنية ماتي بيوم وليلة فيها أكيد أحداث وفيها أكيد قصص فأنا وايد أتشدنيها يعني وايد أبحث أدور عن ردت فعل المتلقي شنو وايد مستنسين على هذا الموضوع وايد يطالبوني أن نبي فقرة قصة أغنية بالسناب شات فوايد حبين هذه الفقرة إذن برايج ليش نفتقر إلى يعني قليل عندنا شاعرات قليل صدقيل أنا حصة دائما أتساءل هذا التساؤل يعني خصوة هني عندنا مثلا بالكويت ما عندنا شاعرات وحتى بالخليج يعني وانصار أحيانا يعني يمكن في الماضي لما أنا ظهرت الأغلبية كانوا أسماء مستعارة فأذكر أنا لما كنت أكتب سألت الوالد قلت له يعني بابا أنا أحط اسم مستعار مستعار ولا أطلع باسمي قال لازم تطلعين باسمك تطلعين بشاير الشيباني باسمك هذا الشيء أنت ما تستعرين ما تستعرين منه لأن الأدب والفن بالنهاية شيء جميل والمشاعر شيء شيء بالضبط فهذا اللي صار فأنا أستغرب ليش ما في عندنا شاعرات أو عندنا حاليا كاتبات كاتبات موجودة هل هو قصور من جنس حوى ولا أجحاف من آدم الاختفاع هذا ولا ما أدري هل أن يشعر مشاغل الدنيا يمكن بالخجل يمكن أن تكون شاعرة وأمسية ما أنا عارفة يمكن يعني دائما دائما تجارب النسائية كانت جميلة ورائدة واخير دليل الحين على الهواب والبشاير الشيباني طبعا شفنا الفيديو الجميل اللي شفنا مع أمينة شراح والشيخ الله يرحمه سعد العبدالله الله يرحمه يعني هذه الفيديوهات ما شاء الله محتفظ أنت فيهم شنو قصة الفيديوهات هذولا؟ قصة الشيخ سعد العبدالله الله يرحمه كان راد من رحلة علاج من لندن فكانوا يأيي للمهنئين يهنؤونه وكذا يتحمدونه بالسلامة وأنا كنت بصدفة قاعدة مع أمي قاعد نشوف تلفزيون فلمحت أبوي بين المهنئين فقاعدت تساءل لماذا لم أخذني معاه لأنه لم يكن هناك أطفال لما رجع على طول ناطرتها كنت عند الباب قلت لي ليش أنت رحت وما أخذتني معاك قال لي ما يصير لأنه لا يوجد أطفال أخذش معاي شو تسوي قلت لي أخذني معاك أنا أقول حقوابها سعد قصيدة أنا طلبت فقال لي تبقين قصيدة أوكي أكتب لك قصيدة فأمي استغربت قلت لي مستوكي أنت أطيعها أخاف تفشلك على الهواء أو شذي كان يقول لها بشائر عمرها ما تفشلني ولا توهقني والكل ما ترن بإذنني يعني لليوم وفقنا نكتب لي القصيدة حصة وحفظني ياها بالسيارة يعني ثاني يوم وحنا رحين بطريج أهو قي يحفظني تقول للقصيدة لليوم أنا حفظتها تقول سلامتك يا بابا سعد وبجايتك قلبي سعد وعسى المرض ما يجيك بعد وسلامتك يا بابا سعد الكويت اليوم فرحتها كبيرة ومعاها فرحت أهل الديرة تستاهل يا بو فهد تستاهل يا ولي العهد ونحمد الله يوم جابت لنا وكمل فرحنا بعيد استقلالنا الله فبسيارة حفظني القصيدة وفعلا حفظتها بالسيارة ودخلنا القصر ما بلق أحد أن أنا بقول شعر دايشين شي بدو أننا نسلم ولما وصلنا عند الشيخ سعد الفرحمة عليه قال لي الله أقولي فكان فيه مصورين قربوا والتقطوا اللحظات هذه يعني صوروها وثقوها فكلهم صغربوا أن هذه الطفلة شلون شذية يا وكاشخة بالنفنو وكانت لحظات حلوة يعني طبعا أمينة شراح الإعلامية القديرة هم كان لها كلمة وكان يعطيها طوط العمر وصحة نتكلم عن أمينة شراح كلمتها كثير عثرت فيك طبعا هم هذه الفيديوهات يعني اليوم جدا أفتخر فيها لما أشاهدها وهم كانت لحظات حلوة وذكريات يعني جدا جميلة أذكر تفاصيل يعني لما قبل أن أطلع على الهوى كنت أسولف معها كانت تسوي شعري يعني فيه عرفتها ملامح شري أذكرها وكانت مناسبة استقلال الكويت وطلعت معها بلقاء ثاني هم كان مؤتمر القمل الإسلامي بال87 فمثل ما قلت لك الحمد لله أنا عندي تسجيلات يعني محتفظة فيها لليل يوم الحمد لله أكيد لكن السؤال لما كنت صغيرة مع الوالد أسأل الله يحفظها كان فيه شغف لتش بالظهور له لدرجة أنه نطرت الوالد لما يرد قلت ليش ما أخذيك لما بشار الشيباني بعد الخبرة هذه والنضج والاختفاء نوعا ما رديت الآن بعد الحين عندك تخوف أو تحسس من اللقاءات العلامية لماذا؟ تردد أنا كنت طفلة كنت أحب اللقاءات أكثر لما كبرت مادرش فيها ترهي سؤال وراء كمين لا لا كنت أحب الكاميرا والحين أخاف منها حسيت أن لمست قبل هوا فيه تردد لماذا تخافين منها؟ مثل ما قلت ممكن لأني أنا قليلة الكلام نادوني أقول قصايد أمسيات ما عندي مشكلة بس لقاءات وأسالف وهذا أحس تسحبون الكلام حلو أقرب صديقة لبشار الشيباني غير زميلتنا صاروا نطوع وجهها تحية غير خلي صارة غير صارة لأن أنت مقلة في الصداقات أنا عندي معارف كثيرة لكن الأصدقاء الصداقات هي جدا قليلة جدا قليلة يعني أنا حذرة مع الناس ومو بسرعة أرتاح يعني للأشخاص أو أني يعني يعني مو بسرعة أكون صداقات حلو في أشخاص معينين أنا ممكن أندمج معاهم ملك ما في اسم ببالك تحين غير صارة نطوع لأننا نشوف صارة حبيبتي نوجه لها تحية جميلة يعني دائما الشاعر يحب لما يكتب قصيدة يستشير أحد أي بشار منه تستشير بالشعر أحب أقرى حق الوالدة الوالدة جدا متدوقة ف يقول لك يعني ناقدة أحب انتقاداتها لأن ما جاملني وفعلا يعني هذا تشذي هذا تشذي ف دائما أقرى لها يعني قصايد أحرصني أقرى لها زين ممكن تشطبين إذا مثلا قادت هذا البيت محلو يعني قناعات تشيف البيت ممكن تعد ممكن زين شنو حساش شو أنت تقرين القصايد القديمة يعني قصايد يعني يعني شف لأن الإنسان كل فترة ينضج في يحس أنه بهالمرحلة يذكر أمور يحس أنه أنا وين كنت أحس أني الحين صرت أحسن يعني تحسين بين فترة فترة الإنسان يكبر وينضج وحتى يعني قراءاته تصير غير وكتاباته تنضج مع يعني يتغير الإنسان ممكن الشاعر يستعين بقصيدة قديمة ويطورها ويغيرها ممكن صار معاك هذا الموضوع يعني يعني مثلا عندي قصايد أنا كنت كاتبة مقطع منها ويكون المقطع جدا جميل وأهملته أكون أنا متكاتبتها عادي ممكن أكمل عليه وتطلع قصيدة حلوة هذه الأوراق التي تلعبين فيها يا بيلي أنا أيتش البيت وأخي ولأعبتها ويا أنا أنتقل إلى أصداراتك الأدبية ليس ثلاثة أصدارات نعم بعنوان شنو كونشرته غياب ديوان شعر وحديث الغيم نصوص بالفصحة وأكتب لأن الكلمة هواء كذلك نصوص بالفصحة كان لكي رواية سمعت لكي رواية أكتب حاليا رواية متى إن شاء الله أنشوفها أتمنى إن شاء الله أني أخلصها على معرض الكتاب إن شاء الله أنا وايد كسولة بس أتمنى في زحمة الصحة القول البشائر الشباني قادرة أن تأخذ وقت وتكتب مو هذا هو هذا زحمة السوشيال ميديا يعني أكون من دمجة وقعد أكتب تجد مثلا المساجي لك خلاص الأفكار كلها راحت وتشتتت فلازم والرواية بحر يعني ممكن لما يكتب رواية يعني يمدها يلعب فيها يلعب بالأحداث بالضبط لازم تركيز يعني الرواية مو قصيدة أو مثلا خاطرة الرواية يعني فيها أحداث وفيها شخصيات لازم أنا أقول تحتاج عزلة يعني أسافر وأن أعزل عن العالم وأكتب أكيد تسافرين غير لندن و باريس ولا لازم لندن و باريس والله تشانزين باريس لأن الرواية أحداثها فيها باريس يعطيك العافية بالشاعر الجميل بشاير شرقين اليوم في غبقة الخمر أنا جدا سعيدة أن هذا ثاني لقاء لي في تلفزيون الكويت هذا شيء جدا جدا يسعدني ومشكورين على هذا اللقاء يعطيك العافية بشاير وإتمنى لك كل التمييز والتفوق وأنتي نجم ومنورتنا اليوم حبيبتي مشكورة مشاهدين ننتقل مثل ما عودناكم إلى فقرتنا اليومية إلى ديوان محامي علي العلي نشوفه وراجع لكم بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر